واخيرا من الدوري التركي ونجمنا المصري ابن نادي زمالك مصطفى محمد مهاجم نادي جالة سراي ومنتخب مصر اللي شارك في فوزة فريق جالة سراي على جوستيبي في الجولة 26 من الدوري التركي وفاس جالة سراي على جوستيبي بسلسة اهداف مقابل هدفين في مباراة مسيرة ليرفع رسيده الى النقطة 32 في المركز الثلاثاشر بجدول ترتيب الدوري في مباراة استمرت ما يقرب من 100 دقيقة كاملة لعب مصطفى محمد المباراة اساسيا وصنع الهدف الاول في الدقيقة 3 بتمريره رأسية لزميله فيكتور نيلسون وظهر اللي انا كنده بشكل مميز خلال المباراة وحاول في اكتر من مرة انه يسجل لكن ما حلفوش التوفيق ولعب مصطفى محمد مع جالة سراي 31 مباراة في مختلف البطولات الموسم الجاري سجل خلالها 7 اهداف عايزينك ترجع ان شاء الله بشكل اقوى من كده درش ان شاء الله الموسم اللي جاي تكون في مكان اقوى من الدور التركي